صباح الخير عليكم وشراكم حباباتي طبعا ننصحكم اليوم انكم تنوضوا دايما صباح بكري اللي ما فيه البكور من خير وبركة وزيادة في الرزق وبهت خلصي شغالات البيت هذا طبعا كان فطوري صباح اليوم احن ديرو الموضوع تعاليوم هو كيف اغدي طفلي بعد الفيطان طبعا هذا الموضوع كنا درناه من قبل تعال الفيطان فهنا فطم ابني دوكا بعد ما نفطموا كيف هنغديه وكيف هنعوضوا على هداك الحليب اللي فطمتوا منه طبعا كاين امهات يفطموا اطفالهم قبل العامين لأسباب قادر يكون المرض قادر يكون العمل كل وحدة وعندها اسبابها الخاصة بيها نصيحتي لها انها ديلوا ببروت الحليب اذا كان كاين حليب الماعز تشربوا حليب الماعز اذا ما كانش تشربوا اي حليب عادي ولكن الحليب غير كافي لازم تنوع له في الاغذية كما كنت نقولكم تنوع له في الاغذية الاكل اللي فيه الفيتامينات مثلا الصباح يشرب على التمنية الحليب بتاعه تعطيه بعدها الطرف خبز في كونفيتير اذا كان عنده الاسنان او اذا ما كانش عنده الاسنان تعطيه فرماجة ولا ديلوا الاكل للتربيح كما الخضر على العشرة لازم ديما تعطيه عصير مرة في الاسبوع لازم تعطيه الفيتامين دي اللي هو متواجد في السمك توكلوا عادي اذا كان صغير مثلا ست شهر او تعطيه كلش ليكي كلش ليشوب ليشوب خاصة تاع الخضر وتدير فيهم الفرماج ولا دير فيهم اللحم تربيح اه وهذا طبعا ليس صحة الطفل لازم بهينغوط الاسنان وبهيوقف وبهينغوط طبيعي لازم تنوع له في الاغذية وتوكلوا مليح اضافة الى الحليب اللي يكون اربع او ست او خمس مرات في اليوم ولكن ما تبازلوش على الحليب وحده لازم تنوع له في الاغذية كما قلنا وفي الفواكه كما الموز التفاح البرتقال احنا انا في فصل الشتاء والبرتقال راه متواجد اه تعصر له عاصر البرتقال دير عاصر البرتقال مع الجزر لانه فيه فائدة صحية تركز له على الاكل تاعه بهم يديروش كونستيباسيون اه ولا اه لانه التنوع في الاغذية عنده اه دور كبير في النمو الصحي والسليم اه تكتر من الخضر الاسماك والاجبان اه ديرو مكلة سبيسيال ولا ياكل معاهم عادي اذا كانوا فالعامين ياكل عادي معاهم ولكن تزيد له العصائر وتقتلوا من المياه لانه الماء هو الحياة نتمنى نكون فتكم ببعض النصائح اه اللي كانت اه قصيرة على ما اظن نتمنى يعجبكم الفيديو اذا اعجبكم ديروا لايك اذا ما عجبكمش ديروا ديس لايك دعمونا في القناة تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد نتمنى ترافقونا لانه الاتي اجمل ودايما مع البيت السعيد ترافقونا يوميا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته